هيا 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 نفرة دوما 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 بالعلم نرحى السلام عليكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من كتابي في اللغة العربية للسنة الثانية من التعنيم من ابتداء الصفحتين 64 ثم 65 إذن مجال التغذية والصحة الوضعية التواصلية إذن لنبدأ على بركة الله أنصح هنا نلاحظ في هذه الصورة صفية تأكل العسل بشراهة وهنا النحل من استغرابه بهذه الطريقة للأكل يقول النحل هنا يدى صفية متسختان فيديها متسختان وهي تأكل العسل بشراهة إذن هذا تصرف خاطئ سيضر بصحتها إذن ثانيا أعبر هنا صفية ويديها المتسختان هنا تأكل العسل بشراهة إذن النتيجة أحست بألم وبمغص في بطنها ألم شديد في بطنها وهي تبكي بسبب العسل الذي أكلته بشراهة وبيديها المتسختين إذن لا يجوز أن تقوم بهذا التصرف فهو غير صالح لصحتها إذن ننتقل أعزائي إلى ثالثا أستعمل وأتواصل أتمم شفويا بما يناسب إذن هنا صفية تقول أي بطني إذن هنا لنكتب بطني مثلا أي أحس بألم فهي تضع يديها على بطنها وتتألم أي بطني أي أحس بألم يا صفية إن للأكل قواعد أولا غسل اليدين قبل الأكل وعدم الإفراط فيه صفية أكلت العسل بشراهة فأحست بالألم فننصحها يجب عليها أولا أن تنظم أكلها وتغسل يديها حتى تتفادى المرض والألم إذن ننتقل أعزائي إلى الصفحة 65 والفقرة الموالية أي خاصة بتصفية الصعوبات القرائية إذن أولا أقرأ لوحتي في جميع الاتجاهات إذن لنحاول قراءة هذه الحروف حرف العين ثم الغين ثم الطاء ثم الضاد مع الحركات إذن هنا عندنا عين فتحة نقول ع ثم عين ضمة ونقول ع عين كسر ع عين فتحتان عن يعني هنا نقول عن عين ضمتين نقول عن ثم عين كسرتين عين وعين ألف المد ع ثم عين واو المد ع وعين معي المد نقول عي إذن ننتقل إلى حرف الغين غين مع الفتحة نقول غا وغين مع الضمة نقول غو غين مع الكسرة نقول غي غين مع الفتحتين ونقول غن ثم غين مع الضمتين نقول غن غين مع الكسرتين نقول غن وغين مع ألف المد نقول غا ثم غين مع واو المد نقول غو وأخيرا غين مع ياء المد نقول غي إذن ننتقل إلى حرف الطاء عندنا الطاء مع الفتحة نقول طاء ثم الطاء مع الضمة نقول طو والطاء مع الكسرة نقول طي ثم الطاء مع الفتحتين نقول طن والطاء مع الضمتين نقول طن الطاء مع الكسرتين نقول طن أما الطاء مع ألف المد نقول طا والطاء مع واو المد نقول طو ثم الطاء مع ياء المد نقول طي إذن ننتقل إلى حرف الضاد الضاد مع الفتحة نقول ضا الضاد مع الضاد والطاء مع الضمتين نقول ضا ثم الطاء مع الكسرتين نقول ضا ثم الطاء مع الكسرتين نقول ضا ثم الطاء مع الضمتين 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 نقول ضا ظن والضاض مع الكسرتين نقول ظن ظن ثم الضاض مع ألف المد نقول ظا ظا والضاض مع واو المد نقول ظو وأخيرا الضاض مع يا المد ونقول ظي ظي إذن ننتقل إلى تانيا أجزء كما في المثال إذن عندنا هنا كلمة عسل طعت إلى ثلاث مقاطع عندنا حرف العين في مقطع ثم حرف السين في مقطع وأخيرا حرف اللام في مقطع إذن ثلاث مقاطع عسل إذن طلب منا أن نقطع كلمة طبيب ثم لحظة ثم استغربته إذن لنبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة طبيب إذن نقول المقطع الأول ط حرف الط ط بي هنا تجمع الحرفين معا البا ويا المد بي إذن عندنا هنا المقطع الثاني يجمع حرفين بي ط بي بون أما المقطع الثالث بون إذن إلى ثلاث مقاطع قطعنا طبيب إلى ثلاث مقاطع ط بي بون بون إذن ننتقل إلى الكلمة الثانية لحظة إذن عندنا هنا لح الحرف الأول ثم الحرف الثاني ساكن فأولا يبقى مرتبطا بالحرف الأول إذن عندنا المقطع الأول يجمع حرفين لح والمقطع الثاني ض ض ثم المقطع الثالث تون إذن قطعت لحظة إلى ثلاث مقاطع لح ض تون إذن ننتقل إلى كلمة استغربت المقطع الأول يضم حرفين إس والمقطع الثاني يضم كذلك حرفين تغ والمقطع الثالث أيضا يضم حرفين رب ثم المقطع الرابع تون إذن إلى أربعة مقاطع قطعنا استغربت 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 إذن أعزائي ننتقل إلى أقرأ الكلمات إذن أقرأ الكلمات إذن لنحاول قراءة هذه الكلمات التي 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 حول حول ذلك ذلك هيا هيا ما هذا ما هذا إذن التي حول ذلك هيا ما هذا ننتقل إلى أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي دل نحاول قراءة هذه الفقر مع أصدقائنا حفظ الصحة في الصغر من أجل النعم غذاء وحركة لدفع الضرر نظافة وهواء نقي ضد العلل حفظ الصحة في الصغر من أجل النعم غذاء وحركة لدفع الضرر نظافة وهواء نقي ضد العلل إذن عندنا هنا حفظ الصحة في الصغر لنحاول أن نحفظ صحتنا في صغرنا حتى ننعم بها في كبرنا غذاء وحركة لدفع الضرر يجب أن يكون غذاء متنوع ومتوازن مع بعض الرياضة الصالحة للجسم لندفع بها الضرر أي لا يصبنا مرض نظافة وهواء نقي ضد العلل نحاول أن ننظف أبداننا وطعامنا ونستنشق كذلك الهواء النقي حتى نقاوم كل العلل أو الأمراض إذن إلى هنا أعزاء التلاميذ ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر